بسم الله والصلاة والسلام علي سيدنا ونبينا محمد عليها فضل الصلوات اتمن تسليم السلام عليكم ومرحبا اخوان الله اعطيكم العافية انا عندي طبعا موديل اكس ري اكس بي ات اي نسخة 2018 يعني طبعا موديل ما هو حق استخدام في الموية فكان فيه موية بسيطة استخدمته طبعا الليكويد الازرق فك وضع عليه مصمار بسيط هنا يعني اتوقع انه ممكن يتوفر او اني القال في اي قطعة تانية فابدا ما لقيته والله يطيل عافية ابو عمار تعب لين ما لقالي هو في المواقع يعني ووصل والحمد لله رب العالمين تعطى الموديل عندي ثلاثة شهور لين ما يعني مو الفترة دي كلها لانا يعني كلمت فيها ابو عمار لا يمكن كلمته في الفترة الاخيرة يعني لانه في الموقع اللي دائما نتعامل معه ما هو موجود القطعة هذه فكلمته الله يطيل عافية ففزع لي الله جزا خير من مواقع اخرى قدر يأمن لي يعني مواقع اخرى ما بيتعامل معها كثير قدر يأمن لي القطعة هذه فشايفين قطعة صغيرة جدا لكن عطلت لي الموديل ثلاثة شهور الفكرة اللي بضحها الآن يعني رغم عنصرية الشركة هذه تريكسيس ومنع حتى يعني بيع وصولا يعني يعني منع البيع للمملكة العربية السعودية وطبعا انتوا عارفين المواقع والناس اللي اصحاب المتاجر بيطلبوها من الامارات من دول اخرى حتى ان يوصلونا موديلات تريكسيس لكن بالامانة متوفرة قطعة يعني شركة الاولى على العالم في المبيعات طبيعي مقاطع دعم يعني ما بقول انها افضل شركة لا بس انه يعني شركة مأمنة لكل شي مقاطع فيديو للدعم موفر عليك القطع منتشرة حول العالم رغم عنصرياتها لكن شركة ممتازة يعني انا كنت عند حبيبنا معمار في المتجر يعني بالصدفة اقول له في قطعة في السلاش عندي مني يلاقيها مصمار فقال لي اشهر رقم حقه وطلاحه وقال لي هذه يعني ومجموعة كمان مو قطعة واحدة يعني هي تقريبا للموديل في الجزء لا نبغى اثنين بس يعني ما هي كل الكمية هذه لكن شركة الحقيقة موفرة كل شي يعني فهذه بس نقطة حبيت اوضحها غير كده الشركة هذي اخوان زي ما انتم شايفين يعني بتوفر القطع هذي اللي تركب على الموديل على اغلب موديلات الباقي او زي في موديلات مشابهة يعني تحمي لك الموديلات من الامام انا في البداية كنت اجيب قطع بلاستيك وحط لها لصق وبس بتمفك وبيصير عملية الحق لكن هذه ثابتة بتثبت في المصامير حقة الشاصية نفسها وممتازة تقدر تاخدها وتحمي يعني الشاصية يليس معاك يعني وقت اطول قبل ما ينحق لانو الحق الكثير طبعا بضعف الشاص لا سمح الله ينعاوج معاك الشاصي للموديل وسلامتكم والله اعطاكم العافية فالشاسمه اليوم ان شاء الله باذن الله بركبها وبستخدم الموديل باذن الله يعني بعمل تجربة بين 4 سل و 6 سل طبعا ماكس امبس هذه يعني قم بلا ما شاء الله تبارك الله اذا بتستخدمها لا تستخدم الكفرات اللي بتتنفخ يعني جي ار بي هي المناسبة على بطارية زي هذه بالامانة الموديل يعني هو سريع لا تنسوا الاسبار حقه 3 الدفرنسات 46 مو 48 زي الفورزة اللي عندي ويعني فمناسب عليها لكن اذا بتستخدم الكفرات اللي ممكن تتنفخ أربع سل ترى ممتازة على الموديل جدا جدا ممتازة وأداها جدا حلو وركبت له لو تركب عليه كمان بنيان 19 مراوعة حيكون مع الأداة على أربع سل ولا ترتفع حرارة ولا شيء لكنه الواحد بجرب شوية الى دال فني بس طبعا درايف شيفت مع بطاريات ماكس امبس يعني بيمفك الجزء هذا منها وراح علي المصمار اللي بيمسك القطع هذي من الدرايف شيفت فلابد ان يكون عندك قطع غيار متوفرة لأغلب الموديلات فزي ما انت شايفين القطع هذي أنا الآن يعني مضبطها للموديل وقافصها من الجه هذي وقدرت ثبتها للموديل لازم يكون عندك مصمير طبعا هذي مصمير مختلفة من موديلات مختلفة وغير RC سكرو طبعا يعني من كذا موديل فيعني يكون عندك يعني عدة تساعدك بحيث لو يعني خرب عليك شيء في الموديل تقدر تستخدمه فالمسألة هذي عملية جدا يعني وبتساعدك كثير في انك ايش يعني تحل الأمور اللي تقدر عليها بسرعة من غير طلب أو حاجة زي كده أنا بالأمانة راجعت الموقع اللي بيطلب منه حبيبنا بعمار ما هي موجودة فيه يعني يعني ناس اشتروها من الموقع ففيه طبعا درايف شيفت كامل يجي ممتاز إن شاء الله بإذن الله بطلبه لكن كمؤقتا هذي القطعة من الموديل اللي راحت عليه وبعد كده يجيك معاها زي ما تشايفين هنا إن شاء الله تكون واضحة بتدخل من هنا وبعد كده هذي بتتقفل عليها على أساس إن تحميها لا تخرج عملية وممتازة وطبعا اكس راي زي ما انتم عارفين شركة يعني منتجاتها جدا ممتازة وزي ما بوضح في المقاطع السابق الموديل يعتبر هو كله أبغريد من الشركة لكن فيه قطع أجود من الثانية فممكن تطلبها من الشركة وطبعا اللي عنده موديل زي اكس راي وبيتصير معاها هذه المشكلة عندكم هنا زي ما تشافين إن شاء الله تصور تكون واضحة هذا طبعا القطع اللي ممكن تطلبها هذا رقمها إن شاء الله يكون واضح هذا رقم القطع اللي ممكن تطلبها حتى شكلها زي ما تشايفين فيه اختلاف هنا يعني جاية جاهزة من غير ما يحتاج إنك تركب فيها مصمار إن شاء الله نتكون واضحة معاكم زي ما انتم شايفين تجيكم جاهزة يعني بالمصامير اللي فيها مجرد هنا المصمار حق الشد بس فهذا رقمها وهذه رقم القطعة فأفضل يعني اللي عنده موديل اكس راي سواء أي نسخة 2017 18 16 كلها تركب عليها هذه القطع الابغريد اللي هي يعني أعلى من الابغريد اللي عليها من الشركة لا تنسوا موديل احترافي حتى ما في له قطع موجودة ما في شركات بتصنيع للأكس راي يمكن بس اللي لاحظتها ار سي سكرو اللي عاملة مجموعة مصامير وهذا شي بسيط جدا لكن كشركة ما هي محتاجة ما شاء الله تبارك الله كل شي متوفر عندها مع دعم هودي مع اكس راي دعم ممتاز جدا جدا بس حبيت زي ما انتو شايفين هذي القطعة اللي ركبتها على الموديل بعد يعني قص المصمار هذا وموايد متوه على الموديل زي ما انتو شايفين واضحين اللي عملت القص على اساس يكون متناسق عليه وبعد كده مجرد زي ما انتو شايفين بتطغطها الان القطعة جاهزة وما فيها اي مشكلة ان شاء الله بيت مشينا لين ما نطلب الموديل الثاني من اكس راي وسلامتكم زي ما انتو شايفين كيف بسيطة جدا ما في حاجة وبعدين بتركبها وتشدها في الديفرانس الامامي حبيت ان اوضح لكم النقطة هذي للإكس راي اللي عنده مشكلة في الدرايف شيفت الامامي ممكن يغيرها وطبعا مسألة بسيطة ما يحتاج انك تفك القطعة هذي بالكامل انت بس تفك الديفرانس الوسط باربع المصامير حقته تفك الدرايف شيفت الديفرانس الوسط وتفك القطعة هذي اللي بتوزن الموديل مع الشاسي تفكها وتبعدها شوية وتقدر بسهولة تخرج الدرايف شيفت وتعمله صيانة وترجعه ثاني مرة مسألة بسيطة جدا بس حبيت ان اوضح لكم النقطة هذي الله يعطيكم العافية يعني زي ما انتو عارفين هواية تحتاج اهتمام وممارسة وكل يوم انت بتتعلم في الهواية هذي من كل الناس ما في انسان يعني مميز عن باقي الناس كلنا بنتعلم من بعض وهذه الميزة الحلوة في هذه الهواية الجميلة تحياتي اخوكم ياسر باجهم